من تقر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بقي لنا الاستغفار فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجه ورزقه من حيث ليحتسب طيب عجلنا نحط كده خطوات لما تدخل علينا الهموم الهموم لا تنتظرنا ولا ترأف بنا مش الهم لما يلاقي كده حزين ولا خلاص عمك فعلي كده انت خدت لك ثلاثة جرام هم لا الهموم تعود إلى ضعف يقين المؤمن الذي لا يتلقى الهم عندهش بناعة فيش بناعة ايمانية لكن لو هو ناصح ومؤمن والمؤمن ذكي وفطن اول شيء ينتظر الاجر يقول يا الله الهم لان كان مرض او غم او 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 فتقول لي انا مأجور عند الضحة عز وجل يبقى انا ايه ينتظر الاجر ثم يرى مصائب المصابين يقول يا الله يعني انا غاضب على شوية سكري عن مرض سكري عندي ولا مرض مش عارف ايه ولا مرض ايه لا بالعكس ده لا فيه ناس لا تستطيع الحركة في ناس لا تستطيع الجلوس وفي ناس لا تستطيع ان تعمل كذا او ان تفعل كذا يا سبحان الله انا مش سبحان الله لا اجد سيارة اركبها لكن فيه هناك لا يجد قدمين يسير عليهم في ناس مكتوحة لديها من اثر حادثة من اثر مرض من سبحان الله العظيم لا اله لا الله وبعدين ايه ويرى انه لا حيلة له في هذه المشكلة يقول يا رب انت صاحب الامر والنهي ولك يا رب انت ولي امري وانه يا رب لا خيرة لي في امر لا خيرة للانسان لا شفاعة في الرزق لا راحة في الدنيا لا حيلة في الرزق لا شفاعة في الموت لا رد لقضاء الله انا عامى استكتب الاربعى دوين في لا راد لقضاء الله هذه اربعة وبعدين يريد تغلق ملف الماضي الماضي بصندوقه الأسود هو لينكد عليك حياتك استقبل الأيام خذ يومك كما كنا في الحلقة الماضية لأننا شعرت المسلمين كلهم عندهم كل ما ندي سمع حد كل ما حد يجيني المكتب كل ما حد يكلمنا في الهادف كل ما حد يزورنا في البيت شكوى مستمرة مش حد يخبرنا خبر حدو لأننا نفسي مرة العمدى 40 سنة في الدعوة حد يخبط على الباب وإلى شيخ افرح البنات الحمد لله بناتي تزولوا وأنا الحمد لله وجدت عمل وربنا رزقنا ببيت ما حد يقول لك البنت طلقت والولد سبحان الله عاق الأمه والزوجة والعزبولانة كدية وأنها كان يزداد مع سنها كل ما تزيد سنتين الفوزات بتاعة تنقها تضرب درشتين لا إلهي لا يوجد حد يحمد الله كلها غم في غم لا يوجد صورة صورة أننا نبتسم عليها لا يوجد خبر حلو يفرحنا لا يوجد خبر حلو هو لو خبر يسمع الله لا يأتي ليه عمزة الطبيب لا يأتيه إلا مريض في حد صحيح البدم يروح للدكتور ولا دكتور أنا صحيتك والضغط مصبوط والله الحمد لله عن التحليل دم لا يروح للطبيب العيني والطبيب كل يقف شوف مرضى أنواع وأشكال وأمراض أنواع وأشكال ولا يرى من هو عين جلده تبلد من قثرة لكن نسأل الله سبحانه أن يطرد الهموم والغموم والأحزان عنه وأن يرزقنا قوة اليقين في أن نغلق ملفات الماضي الماضي خلص خلاص خليف اليوم واترك المستقبل الغائب لا تفكر في الغد ليه؟ الغد هذا أحد أمرهم يهو أنت من رزقك أن يكون عمرك ما زال باقر في هذا الغد أو أن عمرك منتهي والله لو كان عمري لسه باقي الرزق سوف يأتيني العمر ليس خرصي بأن أنا أحمل هم غيري أنا وأنا في بط أمي يعني كنت أحمل هم روح أبدا ولكن حد أحمل هم شيء إلا رب العالمين الرازق المتفضل ولذلك الهم لما يدخل على الإنسان يثمر مصيبتين كبيرتين يثمر يأسا وقنوطا وليأسه وانقطاع الأمل انقطاع الأمل خلاص سبحان الله والقنوط نقيد الرجاء إذن خانت والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى يعني المؤمن لا يعرف القنوط ولا يقنط من رحمة الله ولا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون إذن ليه أيأس ليه أيأس وانا ليه رب يقول للشيء يكون في يكون سبحان الله فأنا لماذا سبحان الله أن دائما أضعوا الشاشة السوداء أمامي من أتوقع على الله في الأبواب كثرة الاستغفار كثرة الدعاء تفريج الكربات من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على محصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة إذن المسألة يعني سبحان الله يعني قضية اليأس ليست من طبيعة المؤمن أبدا الكافر بس اليأس كما يأس الكفار من أصحاب القبور هذا اليأس عنده لكن أنت يا مؤمن لا أنت تعيش على الأمل تقول إن شاء الله بكرة بإذن الله يأتي خير من اليوم بإذن الله وبعد بكرة إن قلنا أجل إن شاء الله يأتي سبحان الله المريض يشفى والضائق المريض بس إيه بإصطاح ذات البين وإصطاح الإنسان مع نفسه وأن يتصالح كل واحد مننا مع نفسه ما يبقاش يعني لهو يعني متشاكس مع روحه ولكن مستقيما مع رب العبادة سبحانه وتعالى أحبة في الله حقيقة الأمر قاوم الهم بكثرة الدعاء وبالأمل إن شاء الله رب العالم مناف